أكدت الحكومة أن قانون ممارسة العمل الأهلي يهدف إلى الإصراعي في إجراءة توفيق أوضاع الجمعيات والمنظمات الأجنبية العاملة في مصر طبقا للأحة التنفيذية للقانون جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج مع ممثل 59 منظمة أجنبية في مصر حيث شاركت بعض المنظمات عبر تقنية الفيديو كونفرنس وذلك تحت عنوان أفق جديدة للشراكة اشتركوا في القناة